بسم الله كما ترون اجتمعت كتة التنمية بالتحرير وبعد درس جدوى الأعمال الجلسة ووضع الملاحظات والمواقف المتخذة إزاء كل الاقتراحات والمشاريع المدرجة استهلت اجتماعها بتوجيه التهاني والتبركات إلى اللبنانيين عامة والمسلمين خاصة بمناسبة عيد المولد النبوي الشريف وقررت الكتلة ما يلي بداية ترى أن الوقوف ضد الجلسة التشريعية والضجة المفتعلة ليس بسبب اقتراح قانون العفو كما يزعم أو اقتراح أي قانون آخر إذ من الواضح والمعلوم أن أي اقتراح معجل مكرر إنما يطرح على أول جلسة عفوا وإذا لم ينال صفة العجلة يحال إلى اللجان لاستكماله فالحملة التي قامت تهدف لإبقاء الفراغ السياسي القائم حاليا هذا أولا وثانيا فهي ليست من مصلحة مخططي الفراغ هؤلاء أسأل إذا أقر قانون ضد الفساد وقانون إنشاء محكمة خاصة للجرائم المالية تشمل صلاحياتها الرؤساء والوزراء والنواب ومجالس الإدارة والبلديات سواء كانوا في الخدمة الفعلية أم من السابقين وغيرهم وغيرهم وإقرار قانون الشيخوخة وغيرها من القوانين المهمة أيضا وذلك كي تبقى المتاجرة بهم طائمة وذريعة لمن يريدون خطف المطالب المحقة وإلا ما معنى رفض الجلسة أغلب جد الأعمالها مطالب شعبية يرفعها الحراك ذاته وهذا ما صرح به رئيس المجلس عند تعيين موعد الجلسة إذ قلت أن الحراك هو صاحب الفضل في إدراج هذه المشاريع بعد ذلك قررت الكتلة ما يلي أولا إن الهدف من الجلسة التشريعية البدء بعملية انتخاب داخلية ينص عليها الدستور والنظام الداخلي للمجلس وتتحول بعدها إلى جلسة تشريعية على جدول أعمالها قوانين بغاية الأهمية تشكل مطالب شعبية يرفعها الحراك ثانيا الطلب من الجميع في الكتلة رئيس ووزراء سابقين وحاليين ونواب رفع السرية المصرفية عن حساباته ثالثا الطلب من وزراء الكتلة السابقين والحاليين رفع الحصانة إذا أية محاسبة تتعلق بالمال العام رابعا استعجال تأليف حكومة جامعة لا تستثني الحراك الحقيقي شكرا لكم الحقيقة بموضوع الجلسة نظراً للوضع السائد والوضع الأمني المضطرب من واجبي من واجبي كرئيس مجلس نيابي وترى الكتلة أيضاً بجميع أعضائها بدون استثناء أنه ضرورة التمسك بالأمن قبل كل شيء انطلاقاً من هذا السبب وهذا السبب وحده دون غيره قررت أن أرجع جلسة الغد إلى يوم الثلاثاء الواقع في التاسع عشر منه بذات جدول الأعمال دون تغيير أو تبديل شكرا لكم اليوم أحضرتك يا رضي رئيس أعترفت بأعصاد قية المطالب الشعبية بس شما يتأذم لنا لعلى الناس اليوم عم تركوا بتوالي الولقة الأصلاحية التقالت الحكومة وفي ناس عم بتشبه الوضع بـ 98 وعم يتداول لحضرتك الفيديو وكأنه وصلت تقيق لمرحلة 92 مع القيدي ماجي الفرح بتقول فيه بخلاصه من جرد من غزة معه من غزة ما بعد تستميلك ترجع تشوفه الفيديو الشهير اللي بتقول فيه هل برأيك اليوم كلام حضرتك اللي بتقول فيه يعني أنه اليوم فقدت السيقة وأنه مثلا ما كنا حاكمين حضرتك الثلاثين نعم بتقول اليوم الناس عم تتداول هدا الفيديو لتوصف هاي المرحلة شد عليها تخلق لاش مبتاخدوش كلامي أنا من سنة من سنة 63 قبل ما تخلقوا نعم أني بطالب بالدولة المدنية وبطالب بقانون انتخاب على مستوى لبنان ويكون خالص من الطائفية لا شهد مبتاخدوش نتليه تفسدين يلا تكروح الله تكروح الله تكروح الله